أهلا بك كوتر وكيف تصير التحضيرات أهلا بك زميلة زهور أهلا بكل المشاهدين طبعا تغطيتنا لا تزال متواصلة من قصر المؤتمرات من أجل تغطية الأشغال التي انطلقت اليوم كبداية تمهيدية لأشغال القمة التي ستكون في الفاتح والثاني من نوفمبر الأسبوع المقبل اليوم كان هناك اجتماع لمندوبين دائمين وكبار المسؤولين لإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيرية الذي سيكون في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل تحضر معي هنا اليوم الأستاذة ميس ممثلة من الوفد الإعلامي لجامعة الدول العربية وكذا السيد علي الحوفي هو الآخر ممثل من الوفد الإعلامي لجامعة الدول العربية أبدأ عن يميني السيدة ميس مرحبا بك سيدتي أهلا بك في الجزائر ضمن الوفد الإعلامي لجامعة الدول العربية أهلا بكم وكانت النهار أهلا بكم شكرا أستاذة كان الوصول يوم أمس إلى أرض الجزائر كيف تسير عملية التغطية الموجودة اليوم في اليوم الأول من العمليات التمهيدية والتحضيرية لقمة المقبلة الحقيقة من بداية ما نزلنا إلى أرضنا الثاني بجمهورية الجزائر شقيقة لمسنا كافة التسهيلات وكافة التجهيزات على أفضل ما يكون التجهيزات بالنسبة لقمة كما شاهدناها في الاجتماع الأول الاجتماع الأول أو الاجتماع التنسيقي اليوم الذي يصبق الانطلاق الكمة الحقيقة انبهرنا بكافة التجهيزات الموجودة بألقعات يعني تسهل كتير جدا من عمل الإعلاميين أيضا فكرة أن الكمة العربية هذه هي أول كمة عربية إلكترونية خالية تماما من الأوراق كمة رقمية بامتياز سهلت كتير جدا اليوم من مهامنا كإعلاميين معنيين بالتخطية أستاذ بالنسبة للملفات المطروحة اليوم على طاولة القمة العربية أنتم كإعلاميين كيف تقيمون الأوضاع العامة في أدول العربية وكذا تطلعاتكم لما سيتمخذ عن هذه الجلسات القادمة المستمرة في الأيام القادمة وما ستحمله من نتائج للقمة العربية بالطبع القمة تأتي في توقيت جدا مهم مليء بالتحديات على أكثر من مستوى كل هذه التحديات تتطلب مزيد من التنصيق والتشاور إذن هذه القضايا طبعا هذه القمة تكون فرصة كبيرة جدا للتشاور وزي ما بنقول كده بتصبي في تعزيز العمل العربي المشترك وضمان الأمن واستقرار المنطقة في مواجهة هذه التحديات يمكن الفترة الأخيرة شوفنا أدئي المنطقة بتواجهها عدد من التحديات سواء كان على تحديات سياسية أمنية اقتصادية وغيرها إن شاء الله نأمل بأن مخرجات هذه القمة ستساعد كتير جدا وستسهم في حالة الكثير من الأمور ودعم العامة العربية المشترك شكرا جزيلا أستاذ أميس أنتقل زميلة زهور إلى الأستاذ علي لنسأله عن الأجواء العامة في بداية التحضيرات للقمة العربية أولا نود أن نشكر الرئيس عبد مجيد تابون وأهل الجزائر الدولة الشقيقة الثانية على الترحابة الكبيرة الذي وجدناه على التسهيلات التي تم تقديمها سواء تسهيلات منذ أو لحظة الوصول إلى المطار فالإقامة تسهيلات من أجل إبراز هذه القمة وإخراجها بشكل أكثر من رائع حتى الآن تسهيلات كاملة الآن ندخل نجد أجهزة كثيرة للعمل عليها وسائل إنترنت حديثة من أجل تسهيل هذا وجدنا تكسيف الاجتماعات دخول نقل لكافة المعلومات بشكل رقمي وهذا مميز مما يساعدنا في سرعة النقل وسرعة نشر هذه الأخبار سريعا كما وجدنا أيضا الكثير من الترحاب من المواطنين والأشقاء في الجزائر أستاذ علي اليوم نتحدث عن قمة ترفع فيها العديد من الرهانات رهانات أمنية رهانات سياسية في ذل ما يشوب العالم وكذا الوطن العربي من تقلبات تشهدها مؤخرا العوالم وعواصم البلدان العربية أقول اليوم كيف ترون الملفات المطروحة على طاولة القمة سواء الملفات الأمنية أو السياسية أو الاجتماعية الملفات أبرز الملف هو أمن الطاقة والمياه والأمن الغزائي العربي هناك كانت اجتماعات مكسفة لتحضير هذه القمة التداعات الدولية سواء جائحة كورونا ثم الأزمة الأوكرونية الروسية ألقت بظلالها على الدول العربية في ظل انشغال بعض الدول بالصراعات الداخلية مثل اليمن مثل الليبيا مثل السودان مثل سوريا نحن نحتاج إلى لحمة عربية لم شمل القضاء على هذه الأزمات ومنعت الدخلات الخارجية في دولنا العربية من أجل أعادة الانطلاق إلى الأمام نحتاج إلى كسر التكتلات الاقتصادية العربية لمواجهة التكتلات الغربية نحتاج إلى تعاون عربي كامل في مجال الاقتصاد في مجال الزراعة نقل الخبرات عادة توطين الزراعات الحديثة في دولنا العربية والوسائل الزراعة الحديثة من أجل توفير المياه البحث عن بداء الأخرى سواء في التحلية المياه استفاد من الطاقة المتجددة الغرب ألقى عليه بظلالنا في التلوث البيئي مما تسبب في تغيير المناخ في بعض دولنا العربية وهو حدوث جفاف في دول أخرى مثل الصومال نحتاج دعمنا كدول عربية من أجل سد هذه المجاعات هناك نحتاج لتعاون ولحمة عربية للخلافات العربية كاملة وأعادت سوريا إلى المقعد العربي وأعادت مساندة العراق ومساندة لبنان ومساندة السودان ومساندة القضية المركزية فلسطين نحن نحتاج أكثر وكان هذا أبرز القضية الفلسطينية كانت أول محور على اجتماع المدوين اليوم والتأكيد عليها أستاذ بالحديث عن القضية الفلسطينية منذ أيام شاهدنا الخطوة التي قامت بها الجزائر كيف يعني تقيمون مساعي الجزائرية لإعادة لمشم الفصائل الفلسطينية واللحمة الفلسطينية كانت هناك إشهدة عربية وإشهدة بما قدمه الرئيس عبد مجيد تابون خاصة في هذا الوقت وقبل القمة كانت خطوة جيدة جدا للجزائر تشكر عليها هي أعادة اللحمة بين الأطراف الفلسطينية وعادة توحيد الأطراف الفلسطينية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في قطع غزة أو سواء في القدس المحتلة هناك الكثير مما حدث نحتاج ذلك باستكماله في القمة العربية بمخرجات القيادة العرب القوضاء الرئيسة أستاذ ربما في الختامة يمكن أن أطرح لك سؤال كيف هي تطلعاتك للقمة الجزائرية نتطلع أن تحقق هذه القمة متطلعات شعوبنا العربية لتحقيق رفاهية للشعوب في تحقيق أمن الطاقة والغزاء العربي الذي نحتاجه جيدا في ظل ما يؤثر به من تضخم على حكومتنا من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية شكرا لك أستاذ علي شكرا لبتدخلتنا ميس كذلك أعود إليك زميلة زهور تغطيتنا لازالت متواصلة من هنا من المركز الدولي للمؤتمرات الوفود العربية لا تزال تتواصل الاجتماعات ستكون متواصلة في الأيام المقبلة سنغطي قدر المستطاع ما سيحدث اليوم وفي الأيام المقبلة تطلعاتنا كلها أمل في القمة العربية التي ترفع رهان الجزائر من أجل إنجاحها لخدمة الصالح العربي ولم شمل العرب بشكل عام شكرا لك كوتر تيبيقي موفقة في هذه التاطية الاستنائية لهذا الحدث العربي شكرا جزيلا لك والآن نصل بكم مشاهدين الأخبار الثقافية مع مريم يحيوي شكرا جزيلا لك